بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنكمل قصة كفاح شعب مصر في الفصل الثالث مصر خالدة على الزمن وهناخد النهاردة الجزء الأول منها وهو ما يتحدث عن الحملات الصليبية من أعداد أستاذ يسر محمد نجيب الجيوش الصليبية الغازية بيبدأ يعرفنا بأن في مجموعة من الغزاء أرادوا دخول مصر واستعباد أهلها وتحطيم كيانها حضروا من أوروبا ووجهوا حملتهم إلى الشام وأسيا الصغرى وظلت ضربتهم تتوالى في شدة صمد الشعب المصري أمام الغزاء فلم يلينوا أمامهم ولم يقضعوا وما استكانوا بل وقفوا في وجههم وقفة رجل واحد وشجاعة جنود مصر وإيمان أبنائها أفسدت عليهم كل شيء أولا صلاح الدين الأيوبي يحارب الصليبيين جاءت أسراب الفرنج أو الصليبيين من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل أنحاء أوروبا ووقف أمامها الشعب في عزم وإصرار صفا واحدا وقاموا كرجل واحد كان صلاح الدين الأيوبي رجلا شهما نبيلا في معاملتهم حينما فتح بيت المقدس سنة 583 وأحسن معاملة أسراهم ودفع الغرامة الحربية عن فقرائهم وأعفى منها نساءهم وأطفالهم الدليل على شهمة غنبل صلاح الدين هو بأنه في إحدى المعارك فقدت امرأة مسيحية طفلها فذهبت إليه تبكي وتصرخ وهي تروي له قصتها فرق قلبه وفاض الضموع وأمر بالبحث عن الطفل في كل مكان حتى عثر عليه وسلمه لأمه وقال صلاح الدين لها إننا نحارب قوما طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبلة والإنسانية ويدل هذا الموقف على أن شعب مصر محب للسلام يسالم من يسالمه ويعادي من يعاديه وإذا حارب فله تقاليد إنسانية نبيلة هزم صلاح الدين الجيش الصليبي في موقع تحطين فأراد الصليبيون الثقر منه على هزيمتهم فأعد لويسي التاسع ملك فرنسا حملة صليبية جديدة هدفها غزو الشرق مرة ثانية ثانيا حملة لويسي التاسع على مصر جاءت الحملة الصليبية وعلى رأسها لويسي التاسع واستولت على ضمياط وبقيت فيها ستة أشهر والسبب علشان يستكملوا المعدات الخاصة بالحملة قبل سنناف الزحف جمع المصريون شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد والقتال وفي ذلك الوقت توفي نجم الدين أثناء استعداد لويس للزحف على المنصورة قررت شجرة در زوجة نجم الدين بأنها تعمل عدة حاجات أولا قررت إخفاء خبر وفاة زوجها عن الناس جميعا وده علشان تتجنب ضعف عزيمة الجيش فيؤدي ذلك إلى هزيمة مؤكدة ومحققة الأمر الثاني بأنها تنهض هي بتصريف شؤون البلاد وتدبير أمر الحرب وإصدار الأوامر باسم زوجها إلى قيادة الجيش حتى يعود ابنه تورانشا وارث العرش الأمر الثالث أنها قررت بأنها تعلن بأن الملك مريض وقررت الحاجة ديت علشان تتمكن من منع زيارته وإخفاء خبر وفاته حصلت معركة في المنصورة اشترك فيها الشعب والجيش يحاربون الفرنج في الشوارع والطرقاته من فوق المنازل بعد أن تحصنوا داخل المدينة بإقامة الحواجز والمتاريس والتي هزم فيها جيش الفرنج لمرة أخرى وولى لويس هاربا مع فلول جيشه إلى الشمال طارد الجيش المصري فلول الأعداء حتى قبض على لويس ونقل للمنصورة وأمرت شجر الضر بسجنه في دار ابن لقمان ثم أخلي سبيله بعد أن دفع فدية كبيرة تعويضا عما أحدثه جنوده من تدبير وتخريب في البلد نهاية الجزء الأول ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر